فيما يتعلق بالمقاومة في كشمير هل ما زالت هناك مقاومة حقيقية في الإقليم تواجه وتشن هجمات حقيقية على الجيش الهندي نعم قد يكون قلت لكم بأن المظالم والالتعداد والشبائد من قبل الهند هي لا تصحف ولا تتكبد هذا الأمر لا يتكبد كما نرى نحن الاستهادات وكذلك الهجمات من إسبايل على كلاستين وكذلك الهجمات والاستهادات من نيتو على أسبانستان وكذلك على الدول الأخرى من المسلمين فهي لا تكون مستندة إلى أي قانون وإلى أي دستور وليس وراء هذا أي إنصاف أو عدل فجميع هذا يكون تحت الظلم والاستهاد والشهادات فهي لا تتحمل ولا تتكبد وحتى هذه الأمور وهذه الشهادات وعادل الإتعادات هي تحرز وهي تحس الأناس والشعب على أن يخرجوا ضد النظام الهندي وضد الظالمين والمستهدين فقد تقع الاشتباتات وكذلك المناورات القليلة بين الشعب الكشميري والهن فلما أن الشعب الكشميري هو ضعيف جدا وليست وراءهم قوة تقويهم أو تستند الشعب الكشميري على سلطة القوة فالاستباتات وكذلك المظالم من قبل الهندوس أكثر مما يدفع عنهم الشعب الكشميري هل يوجد أي داعم للمقاومة الكشميرية بشكل أو بآخر سيد إبراهيم؟ نعم المقاومة من قبل الشعب الكشميري قلت لكم ليس هناك وراء الشعب الكشميري المظلوم المستهد ليس وراءهم أي قوة كبيرة تستند الشعب الكشميري عليهم هناك المقاومة من قبل الشعب يكون في صورة ويكون في اتراز خليل جدا وقد يكون لا يتمكنون من أخذ الرصاص أيضا ويبدأون المقاومة بالأحجار فالمقاومة بالأحجار لا يعد قطف عمام المقاومة بالبناديق والرصاصات فالعسكر الهندوس عندهم الرصاصات والبناديق وهنا الشعب الكشميري المظلوم المستهد لا يمكنهم المقاومة إلا بالأحجار فهذه المقاومة قد لا تعد المقاومة فالشعب الكشميري تحت المظالم وإستهاد رحم الله عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة